ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الجهالة تقود إلى الجهل فقلة العقل تقود إلى قلة العلم أو إلى انعدامه فالجهالة تقود إلى الجهل وإذا اجتمع تكونت الجاهلية التي يموت عليها من مات إذا كان ليس عارفا بإمام زمانه من هنا فإن الحاضنة الحسينية ذلك الوعاء الحسيني المعنوي يخرج العبادة من الجهالة حتى لا تقودهم إلى الجهل وحينئذ ستجتمع الجهالة مع الجهل والنتيجة هي الجاهلية لذا فإن الحاضنة الحسينية تعالج الموضوع من بداياته من أساسه من الجهالة خطاب الحسين لأعدائه ليس لأوليائه في يوم عاشوراء وفي أشد الساعات على الحسين بعد مقتل الهاشميين والأنصار وبعد كل الذي جرى في الساعات الأخيرة في اللحظات الأخيرة كان يطالبهم أن يكونوا أحرارا لأن الحرية تمكن الإنسان من العودة للبحث عن عقله إن كان فاقدا للعقل الحرية تدفع الإنسان للبحث عن عقله وإذا ما وجد الإنسان عقله فإنه قد تخلص من الجهالة من هنا يطالبهم أبو عبد الله هذا هو وعي المعصوم الذي لا يماثله وعي هذا المضمون يَا مَنْ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتِ هذا المضمون هو داخل في الآية وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَيْهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ يَا مَنْ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأصوات من البشر وغير البشر من الملائكة من الملائكة من الجن ومن سائر المخلوقات أصوات الحيوانات وأصوات الهواء وأصوات كل شيء لا تشتبه عليه اللغات ولو انطلقت الألسنة بصنوف الكلام وليس بالضرورة الحديث هنا عن الكلام البشري فهناك كلام يرتبط بالجمادات وكلام يرتبط بالنباتات وكلام يرتبط بالحيوانات وَا 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 فهذه صورة من صور وعي المعصوم لا يقاس بآل محمد أحد في أحرج وفي أقسى وفي أصعبي اللحظات وسيد الشهداء مشدود في توجهه إلى هؤلاء يطالبهم أن يكونوا أحرارا من هنا كان ينادي ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها ألا حر ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها اللماضة هي بقايا الطعام بين الأسنان هذه هي اللماضة ولذا حينما يقال إن فلانا يتلمض لماضته إنه يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه بحركة لسانه بحركة فكيه بالنتيجة يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه كي يبتلعها هذا هو التلمض قطعا هناك معاني أخرى للتلمض لكنني أتحدث بحدود كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ألا حر ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها لن يكون الإنسان حرا ما لم تكن الحرية قد انغمس عقله وقلبه فيها نحن نتحدث عن الحرية التي ترفع قيمة الإنسان عن الحرية التي تطهر الإنسان من الصنمية والعبودية لأهوائه ولأهواء غيره أن يكون عبداً لجهله أن يكون عبداً لحماقته أن يكون عبداً لجهل الآخرين رجال الدين غاطسون في جهلهم المركب وأتباعهم يصبحون عبيداً لجهلهم لجهل هؤلاء فرجال الدين جاهلون جهلاً مركباً يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون ويتقيؤون بجهلهم في عقول أتباعهم وهؤلاء يصبحون عبيداً لجهل هؤلاء الحمقى الحرية تطهر كل ذلك وهذه الحرية لن تكون في واقعنا الشيعي حتى يكون واقعاً حسينياً بالموازين التي أحدثكم عنها إنها موازين القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم إنها موازين العترة التي تتجلى في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم من هنا أقول في البداية عن هذه الحلقات إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقاً لمنهج محمد وآل وآل محمد صلوات الله عليهم بعيداً تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلا الأموات منهم والأحياء إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء هذا هو الذي قصدته وأقصده في مقدمة هذه الحلقات ليستنقذ عبادك من الجهالة هذه الجهالة تقود إلى الجهل وكلاهما ينتجان جاهلية وحماقة وكل هذا سيأخذ الإنسان إلى حيرة ضلالته ليس إلى الضلالة الواضحة وإنما إلى تيه وهذا التيه يسبب الحيرة عند الإنسان وهذا هو الذي عليه الشيعة بالضبط وقد حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل لماذا فبنوا إسرائيل عبدوا عجلا واحدا وأما الشيعة فقد عبدوا عجولا وحجولا وتيوسا وحميرا وبغالا ونعالا وعبدوا ما هبدوا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة في النجف إلى يومنا هذا سيد الأوصياء هو الذي أخبرنا من أن الشيعة سيتيهون تيهن إذا أردنا أن نقايسه بتيه بني إسرائيل فإن تيهن سيكون مضاعفة ومضاعفة مثل ما قلت لكم الإسرائيليون عبدوا عجلا واحدا وكان له صوت نحن عجولنا من دون صوت كان لذلك العجل كان له صوت عجولنا من دون صوت له صوت لها هذا هو واقعنا أو لا ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيعة أتحفوهم أتحفوهم وأتحفوني أنا أيضا معهم أتحفونا جميعا وأتحفو أنفسكم أيضا في الكونترول روم أتحفونا أتحفونا بالوثيقة المباركة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلنا أخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم يعني يعني ما ش يعني تركبهم تقول لهم ديخ والله النفس عبارة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قلنا مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلافة أغميشيني كما تقول خلافة أغميشيني يتبغوا لفوكات حرفة فقوش ديخ عرفي فقوش والنس عبارة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان عرضها قال تركب مثل نعم وغاية ديخ مش لا معلم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هو الواقع الشيعة